وبالفعل استعاد الجيش السوداني سيطرته مرة أخرى على سنار وعلى مصنع السكر هناك وعلى جبل موية وقرى جبل موية والخارجية السودانية اتهمت في بيان رسمي لها الميليشيا الإرهابية الإجرامية بقتل أربعين من أفراد الشعب السوداني المسالمين يعني من المدنيين وهذا يوضح بأننا أمام ميليشيا إجرامية إرهابية حينما تذهب إلى أي مكان تحوله إلى الجحيم وتستهدف هؤلاء المواطنين الآمنين المدنيين العزل لذلك الآن الشعب ينتفض دعما للجيش في هذه الحرب وكان لافت للنظر بأن الجيش تمكن من القاء القبض على عدد من قادة ميليشيا الدعم السريع بعد أن نجحوا في طردهم من ولاية سنار وهناك تفاعل كبير على السوشيال ميديا مع هذه الأخبار التي أوضحت بالفعل بأن الجيش استعاد مدينة سنار والضربات المتبادلة تزداد حدتها الآن في الخرطوم وتدمير الجسور الاستراتيجية مع الأسف الشديد هذا الأمر يدلل على أنه هناك يعني استهداف واضح للبنية التحتية ولمنشآت الدولة من قبل ميليشيا الدعم السريع بعد أن فشلت في أن تحقق أهدفها المرجوة لحمدتي ولدعمي حمدتي من استهداف لخطوط الإنترنت والإتصالات والمستشفيات واللكباري والجسور هذا يوضح بأن هؤلاء يسعون لتخريب الدولة الجيش السوداني يشدد الآن بأنه يواجه هؤلاء المرتزقة بنوع من أنواع القوة في الخرطوم والكل يتمنى التوفيق للجيش في هذه الحرب